ومتابعة لهذا الموضوع معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مدينة بنغازي السيد صحفي عمر الطبجي سيد الطبجي أهلا بك معنا في نشرة هذه الليلة أهلا بك سيد محمد نحييك ونحيي كافة المشاهدين والعملين بقناة ليبيا لكل حرار شكرا لك سيد الطبجي يعني من المراحض أن الكتل الحزبية داخل البرلمان يعني لم تدلي بدلوها حول طبيعة المرحلة القادمة وأيضا يعني رؤيتها لتحالفات الممكنة يعني هل من الممكن أن تختلف مواقف هذه الكتل إلى حد التناقض الذي من شأنه أن يؤثر على المرحلة المرتقبة؟ لم أفهم القصد من السؤال سيد محمد لو فيه إمكانية ممكن توضح أكثر يعني الكتل الحزبية داخل المؤتمر والتي يعني ربما شهدت اليوم ولادة كتلة جديدة لم تدلي بدلوها أو لم تطلعن على طبيعة المرحلة القادمة ورؤيتها للتحالفات والعلاقات بين هذه الكتل يعني هل من الممكن خلال المرحلة الانتقالية القادمة أن تختلف هذه الكتل حول وجهات النظر فيما بينها إلى حد يمكن أن يصل إلى التناقض ما من شأنه أن يؤثر على المرحلة القادمة للبلاد ما بعد المؤتمر الوطني أستاذ محمد الناس هتختار أشخاص جدد أو ممكن تظهر كتل جديدة باعتبار أن الكتل الحالية هذه فقدت مصداقيتها في الشارع الليبي لكونها لم تتمكن من تنفيذ استحقاقات ثورة 17 من فبراير فبالتالي حضور الكتل في المجلس التجريعي الجديد ربما ستتغير الخارطة وتظهر ممكن قوة جديدة أو تحالفات جديدة هي التي ممكن ستسيطر عن المشهد القادم في المجلس التجريعي الجديد سيد الطبجي في ضوء التجاذبات السياسية بين الأحزاب في قاعة المؤتمر التجاذب هو سيد الموقف ووسط هذا التجاذب ولدت اليوم كتلة الائتلاف الديمقراطي كيف تقرأ ذلك وماذا ستضيف هذه الكتلة بعد أن حادت التجاذبات السابقة بين هذه الكتل بالمؤتمر الوطني عن مساره الصحيح الصراحة نحن تفاجأنا بظهور كتلة جديدة في المؤتمر الوطني عام وهو في أيامه الأخيرة يمكن أن نقول العدد التنازلي بداء المؤتمر الوطني عام فلا أدري ما جدوى ظهور هذه الكتلة إذا كان في السابق أصلا المؤتمر الوطني عام كان فيه حوالي خمس كتل كتلة العدالة وبناء تحالف القوة الوطنية كتلة بلادي كتلة الوفاء للشهداء وكتلة خامسة ممكن غاب عني اسمها حاليا لكن هذه الكتل لم نرى أنها هي كتلة فعالة أو بالأحرى المؤتمر الوطني عام انقسم إلى تيارين داخل المؤتمر ممكن التيار الإسلامي أو التيار إن صح التعبير ممكن نسميه التيار الليبرالي اللي هو مثل تحالف القوة الوطنية فبالتالي الكتل الخمسة هذين ممكن هنا انقسم ما بين مجموعتين مجموعة ضمت للتيار الإسلامي ومجموعة ضمت للتيار العلماني فالمؤتمر الوطني عام طيلت من يوم تم انتخابة إلى هذا اليوم وهو يشهد تجذبات ما بين تيارين وليس بين كتل واضح العملية ما بين جناحين فلا أدري ما جدوى ظهورها هذه كتلة جديدة في هذه الأيام الخيرة التي يشهدها المؤتمر الوطني عام طيب سيد الطبجي فيما يتعلق بهذا الكلام وصف ظهور هذه الكتلة لإعادة مصاري المؤتمر الذي انحرف عنه وترسيخ انطباع مغاير عن المؤتمر الذي يرى البعض سيطرة قوة إسلامية عليه يعني هل هذا يبدو منطقيا برأيك هو فعلا الكلام هذا ممكن في جانب كبير من الصحة يعني نحن كصحفيين أو علمين أو ممكن حتى شريحة واسعة من الليبيين لاحظوا ان تحالف القوة الوطنية كأنه فقد حضوره في المؤتمر الوطني عام أو فقد تأثيره فبالتالي نقدر نقوله ان كتلة الوفاء للشهدات سيطرت على المشهد أو سيطرت على المؤتمر الوطني عام وأصبحت بإمكانها أن تمرر القرارات التي تريدها نعم فممكن أن نفسر أن ظهور كتلة الاتلاف الديمقراطي هذه الجديدة والتي هي الضم حوالي تقريبا ستين عضو من والمنباطقة عن تحالف القوة الوطنية نعم التحالف القوة الوطنية ممكن هي نوع من التعويذ نوع من التعويذ اللي فقد تحالف القوة الوطنية نعم إذن سيد صحفي عمر الطب جي حدثنا من بغازي عبر الأقمار الاصطناعية شكرا جزيلا لك